هذا الشهر المبارك الذي قال عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم كان صلوات ربي وسلامه عليه يكثر من الصيام في شعبان في رواية السيدة عائشة كان يصوم شعبان حتى نقول أنه لا يفطر ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم كان صلوات ربي وسلامه عليه يحرص على الصيام في شهر شعبان لأن شهر شعبان هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا فأحب الحبيب أن يرفع عمله إلى ربه وهو صائم وكذلك كان يصوم يوم الخميس ولما سئل عن هذا قال يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم